على صفيح ساخن لا يزال المشهد السياسي والأمني في ليبيا يتقلب وسط تجاذبات من أطراف الأزمة التي تزيدها تعقيدا لم تنجح القمة التي عقدت في فرنسيا بآيار الماضي في رأب الصدع بين المتخاصمين رغم ما حملته من ترتيبات تخص إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية عام 2018 واعتماد مشروع الدستور وتوحيد المؤسسة العسكرية والمؤسسة المالية وتظهر طرابلس حاليا كساحة رئيسة للصراع حيث أعلن المجلس الرئاسي ليبيو حالة الطوارئ فيها على خلفية تأزم الأوضاع الأمنية فيها بشكل متسارع بين أطراف مسلحة غير معروفة الانتماء والولاء وذلك إثر اقتحام اللواء السابع القادم من مدينة ترهونة لمقار عسكرية في قصر بن غشير تسيطر عليها ميليشيات شرعنتها حكومة الوفاق وضمتها لوزارة الداخلية لكن اللافتة في الفوضى الحالية هو الغياب التام لسلطتي البلاد سلطة حكومة الوفاق في طرابلس وسلطة اللواء المتقاعد خليفة حفتر المتحفز للهجوم على العاصمة منذ زمن وتحوم حوله رغم صمته المطبق شبهات حول الوقوف خلف ما يجري بعد انتشار فيديو ظهر فيه آمير القوات الخاصة في قواته اللواء ونيس بو خماده كاشفا عن استعداده للتدخل في طرابلس برا وجوا ويتبادر سؤال إلى الذهن أيضا حول شبهات أخرى عن مدى وقوف المؤتمر الوطني العام وحكومته أي حكومة الإنقاذ الذين لا يزالان على موقفهما من عدم شرعية الاتفاق السياسي والحكومة المنبثقة منها دوليا لم تتخطى مواقف الدول الفاعلة بالمشهد الليبي والمواكبة للوضع الملتهب في طرابلس حد المطالبة بوقف أعمال العنف وتهديد الميليشيات بالمحاسبة وأيا من يكون وراء إشعال الصراع في طرابلس بعد خموده لأكثر من أربعة أعوام لكن الاتفاق حاليا أن التطاحن على السيطرة على مقدرات الدولة هو الدافع الرئيسي لما يجري بطرابلس في بلاد لم تعرف منذ الخمسينيات الحياة السياسية والحزبية وتغذي دول خارجية حاليا الصراع بين أطراف الأزمة للاقتتال والحصول على أكبر حصة من النفط والسلطة